أنا الجريح الدام طريحا على فراش المرض يوجه ما يشبه النداء الجريح وهو الجريح المطروح في شقة وليس في مشفى ليبعث مناشدة للذين قاوم من أجل ألا تسقط شرعيتهم قاوم لكي لا تسقط راية الدولة الشرعية وفي ملامحه يبدو وجع الزمان والمكان وقبل ذلك وجع الإنسان مهملون في المدن القريبة والبعيدة مهملون في المشافي وفي زوايا الغرف التي ضاقت بجراحهم مهملون ضمن جزاء السنمار الجزاء الذي تتحدث عنه العرب في مروياتها وجد الجرحى جزاءهم غير العادل ولا عزاء للخاذلين تركوهم كأوراق الخريف ليابسة التي تذروها الرياح بينما تذروهم الجروح المفتوحة والأدوية التي لم ترها أعينهم وتذاكر السفر التي لم ينالوها وحقائب السفر التي هي الأخرى تخلو من دبيب الحياة والحيوية وما تيسر من متطلبات السفر جرح المقاومة والجيش في اليمن سفر طويل من المعاناة وأسئلة لا تزال مفتوحة تنتظر عملية جراحية عن الذين وهبوا عافيتهم لكي تتعافى البلاد ثم وجدوا ذواتهم بلا عافية من أول مستشفى ميداني محلي إلى المستشفيات الأخرى في المدن العربية والعالمية يلقون بهم في الخارج لتتضاعف تكاليف حياتهم أكثر وبالتالي تتضاعف معاناتهم إلى أن تصل إلى مرحلة فائض المعاناة أو هذا ما تقوله نداءاتهم التي أصبحت جروحا معنوية لا تخلو من وعثاء السفر ومتاعب المنطر وسوء الخذلان العدد الكبير للجرحى يتضاعف كل يوم جرحى مصر والسودان ومأرب والهند وإهمال الحكومة والتحالف لهم يضاعف مأساتهم ويخلف إعاقات دائمة بعضها لا تشفى على المدى القريب كما تقول التقارير الطبية التي تفزع ذويهم أسئلة المهتمين بالشأن الإنساني ومن تثير أوجاع الجرحى شيئا في أعماقهم ترتفع حول مصير ملف الجرحى ولماذا تتعدد الجهات المكلفة برعايتهم فيما يغيب أثرها عنهم وأين اللجان تلو اللجان التي لا تزال بعضها على الأدراج وبعضها تم وضعها في سلة المهملات وما أكثر سلال اللجان المهملة في رفوف الشرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر